اشتركوا في القناة والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله منويها بالجهود المخلصة التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشرعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين بما يصب في صالح الجميع جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم عن بعد بحضور كل من سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظي مصر في البحرين المركزي مع رئيسي اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب لمناقشة آخر مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في المملكة وذلك في إطار استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشرعية ونوها معالي الوزير بأن الظروف الراهنة التي يواجهها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 تحتم علينا العمل على تجاوزها بكل قوة وبتكاتف الجميع ووضع المصلحة الوطنية في المقام الأول وأن الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها وفق التوجيهات الملكية السامية ساهمت في تجنيب الاقتصاد الوطني أزمة غير متوقعة وأثار سلبية عديدة والعمل المشترك من الجميع ركيزة هامة لمواصلة البناء على ما تحقق وإعادة إنعاش كافة القطاعات الاقتصادية وقال معالي إننا سنواصل السير معا نحو تحقيق أهداف التنمية والتي نسعى لتحقيقها بما يعود أثارها بالنفع على المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة كما استعرض معالي الوزير خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والآثار المترتبة على بعض القطاعات الحيوية والتي شهدت تعافيا في بعض القطاعات بعد تنفيذ الحزمة المالية والاقتصادية وأشهد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون الإيجابي المثمر والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشرعية بما يحقق الأهداف المنشودة والتي تسهم في تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين